الامامة وتاريخ زرائنها في اليمن الحوثي والامامة وجهان لجريمة واحدة وعصبية واحدة لماذا يحرص الاماميون القدمة والجدد على حكم اليمن بالحديد وبالنار؟ كيف جعلت الامامة اليمن مسرحاً دائماً للحروب؟ حروب لا تنقطع بالقبائل ولا عكفة أهلاً بكم اليمن بلد منكوب بالامامة منذ الهادي وصولاً إلى الحوثي فرغم خروج الامامة من دائرة السلطة بثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم يستكن الاماميون الجدد تحت مطامع حكم في اليمن وكسر راية الجمهورية فمن هم الاماميون قديماً وحديثاً؟ وأهل الحوثي يمثل امتداداً للامامة بفكرها وتاريخها بل وجرائمها؟ ما هي أبرز فتاوى الامامة وخرافة آل البيت؟ وكيف تم تسريب الفكر الامامي في التراث الإسلامي؟ كيف أترت الامامة على مكانة اليمن الحضارية؟ ولماذا ينزع الاماميون إلى الوصول إلى السلطة بقوة السلاح وليس بالأسلوب الديمقراطي؟ مشاهدين حلقتنا لهذا المساء سيكون ضيفها الباحث في الفكر الإسلامي الأستاذ زيد جابر فأهلاً بكم وبه ولكن نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير في أواخر القرن الثالث الهجري قدم إلى اليمن شخص يدعى يحيى بن الحسين الرسي ليؤسس لاحقاً المذهب الذي عرف بالمذهب الهادوي وليمثل هذا التاريخ بداية تأسيس الامامة بشكلها السياسي تقوم فكرة الامامة على أساس حصر الحكم في فئة واحدة تدعى آل البيت ما يعني بقاء اليمنيين خارج هذا الحق والشيء الوحيد المتاح لهم هو انقسامهم بين هذا الامام أو ذاك أتباعاً لهم ومتحاربين فيما بينهم وهكذا استمر الحال لقرون حيث قامت دويلات إمامية عديدة تحكم مناطق في اليمن وفي بعض الأحيان تتمدد لتحكم اليمن كاملاً تاريخياً لم يستسلم اليمنيون كلياً لفكرة الامامة فقد ظهرت رموز وطنية وقفت في وجهها وأثبتت خطرها وبطلانها أبرزهم نشوان الحميري والهمداني وآخرون كان نموذج الحكم الإمامي هو أسوأ نماذج السلطات التي تعاقبت على البلد فقد عمل هذا النوع من الحكم على عزل اليمن عن العالم وإخراجه عن المسار الحضاري بفعل الحروب المتعددة التي لم تكن تهدأ إلا لتبدأ من جديد بسبب التنافس على الإمامة بين قيادات السلالة ذاتها وبين الدويلات اليمنية الأخرى توفر شهادة نادرة لبعض الأشخاص الذين زاروا البلد خلال مرحلة حكم بيت حميد الدين مادة تشير إلى مدى سوء الأحوال وتخلف البلد بشكل لا يمكن استيعابه الآن أو على الأقل إلى ما قبل انقلاب ميليشيا الحوثي باعتبارها لامتداد الطبيعي لهذه السلطة ما قبل السادس والعشرين من سبتمبر كانت أسرة حميد الدين قد عزلت اليمن تماما عن العالم كل ما كان يحدث داخل حدود هذه الجغرافية لا يشبه شيئا في أي مكان آخر على الإطلاق ولم يكن كل ذلك سوى تجل لفكرة الإمامة لهذا كله لم تكن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثورة عادية تسعى لتغيير نظام الحكم وتحسين ظروف العمل السياسي في البلد كما هو شأن معظم ثورات الشعوب لكنها ثورة من أجل إنقاذ الإنسان في المقام الأول وإعادة الكرامة لشعب يتكو على رصيد حضاري يمتد لآلاف السنين ماذا المشاهدين الكرام أجدد ترحيب بكم وبضيفي هنا في السيديو الباحث في الفكر الإسلامي زايد جابر مساء الخير أستاذ زايد أهلا بك في هذه الحلقة والتي نتوقع أن تسرى بشكل مختلف خاصة وأنت ضيفنا بعد غياب كبير عن المسار اليمني أستاذ زايد بداية لو تحدثنا عن فكرة الإمامة كيف جاءت إلى اليمن؟ شكرا جزيلا لهذه الفرصة وفي البدء نستغلها لنهنى ونبارك لأنفسنا وللشعب اليمني والمرابطين في كل الجبهات بهذه المناسبة العظيمة هذه المناسبة التي يقاتلون اليوم من أجلها ومن أجل استعادة وهجها وإشراقها ومبادئها في كل شبر من تراب الوطن الغالي الحقيقة يعني الإمامة ربما هناك لبس كثير لدى الناس يعني هناك أحيانا المصطلحات هناك مذهب اسم المذهب الإمامي هذا هو المذهب الاثنى عشري أتذكر ذات مرة أن المراجع الشيعية في العراق أحتجوا لدى الرئيس السابق باعتبار أننا كأننا نقصد هذا المذهب الإمامة الخاصة بنا هي نظرية عرقية سلالية إرهابية لأنها تقوم على العنف تقوم على أساس حصر الإمامة باعتبار الإمامة أصلا من أصول الدين وأنها بالنص والوصية لا بالاختيار والشورى للإمام علي ثم الحسن والحسين ثم ذريتهما لمن خرج منهما شاهرا سيفة هذا الاختلاف بينها وبين الاثنى عشرية الاثنى عشرية كمذهب لكن من كثر اهتمام كلامهم عن الإمامة سموهما الإمامية يطلق عليهم الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية لكن الإمامة التي نقصدها هي الإمامة التي حكمت اليمن كنظرية سياسية تقوم على أساس الاصطفاء العرقي تحصر الإمامة في ما يسمونها البطنين لمن خرج منهم شاهرا سيفة هذه هي نظرية الإمامة طبعا الفكرة هي قديمة منذ ما تبدأ كان أول من قالها في الحصر في البطنين هو شخص اسمه أبو الجارود هذا متوفي سنة 160 للهجرة ولهذا حيانا يطلق عليها الجارودية كان يحيى بن الحسين الرسي الذي قدم إلى اليمن سنة 283 للهجرة هو أول من تبنى هذه النظرية وسعى لتطبيقها على أرض الواقع ولهذا هذه النظرية يطلق عليها أيضا الهادوية نسبة إلى يحيى بن الحسين الرسي الذي تلقب بالإمام الهادي إلى الحق كل ألقابهم كانوا يقولوا كذا سمى نفسها هذه إلى الحق هذه النظرية التي ظلت يعني تصارع وتقاوم الدولة اليمنية وتتمرد عليها مئات السنين ثم حكمت في بعض فترات التاريخ وما كانت تسقط حتى تعود لأنها نظرية دينية تقوم على أساس الاصطفاء السلالي والعرقي وحصر الإمامة في البطنين كعقيدة إلهية وخطورتها أيضا أنها مرتبطة بالخروج يعني الإمام يجب أن يخرج أي أن يمتلك القوة ويتقوم على أساس العمر رغم أن هذه النظرية أو هذا المذهب بدأ في العراق وفارس والمغرب لكنه أنتهى من كل هذه المناطق ولم يعد إلا باليمن وبأجزة محددة من اليمن في المناطق الجبلية التي كان صعبا على الدولة المركزية سواء الدولة العباسية وغيرها أو حتى الدول اليمنية أن تقضي عليه بالكامل وظل المذهب محافظا أو هذه الفكرة محافظة على بقاءها حتى اليوم ولهذا هذه النظرية ليست يعني عندما ينظر من هو خارج اليمن إلى مشكلتنا في الداخل لا يستطيع أن يصفها توصيف حقيقي ما لم يفهم هذه النظرية وتداعياتها ويعني بقاءها طوال هذه الفترة نعم إذن يعني ستونة عاما من الجمهورية قرابة الستين عام لماذا لم يتم تعريف الأجيال الجديدة بحقيقة الإمامة وتاريخها يعني هناك جهل كبير للأمانة في مسألة تاريخ الإمامة وما الذي أحدثته وأيضا حتى على مستوى متى تأسسات وكل هذه ربما الآن بعد 21 سبتمبر بدأ الناس يقرؤون في التاريخ ويعودون للبحث عن أساسها يعني للأسف الشديد يعني العودة بعد سبتمبر كانت عن طريق الإمامة أظهرهم كتبهم ومنهجها وأفكار مؤسسيها يعني الإماميين بعد المصالحة الوطنية منذ سنة سبعين وهو يعني دهاء شديد جعلوا بيت حميد الدين كبش فداء لهذه النظرية التاريخية الإجرامية طوال هذه الفترة يعني ربما يلاحظ الناس أنه طوال الفترات الماضية كان كل الاحتفالات الهجوم على بيت حميد الدين بل أن هناك من الكتاب يعني مثل زيد الوزير وغيره أعتبروا أن بيت حميد الدين هم الذين انحرفوا بالإمامة يعني كان لدينا إمامة ممتازة وجيدة وجميلة والناس معها بيت حميد الدين انحرفوا ومتى انحرفوا عند بيت الوزير عندما غيروا والده عليه الوزير كان فيه تعز والي لتعز وغيره بابنه هذه تحميل بيت حميد الدين كما يحاول اليوم الناس تحميل الحوثي في حال أن فشلت النظري أو ضاق الناس منها تكون هناك أسرة تتحمل كبش الفداء ويستمر المحافظة على جذر الفكرة ويعني وعلى مؤسسها ورمزها الأول لم نقرأ خلال فترة الستين عاما يعني نقدا حقيقيا وعلميا لمؤسس هذه الفكرة العنصرية السلالية الكبيرة يحبن العشتير الرصي مثلا بل أنه لا زال ينظر إليه بقداسة حتى اليوم ولا زال قبره مزارا ومع أننا يعني تاريخ الإمامة الدموي الرهيب ليس هناك بل هناك تقصير في بيان وظهار حقيقته يعني الذين حكموا في اليمن ربما وكتب عنهم خصومهم قد نقول أن هؤلاء شوهوا بسيرتهم وتاريخهم باستثناء لا إما لا نستطيع أن نقول لأننا تاريخهم نأخذه منهم يعني مثلا هذا يحيى بن حسين الرسي أو الإمام الهادي هذا الرجل كان مع شخص ابن عمه وقائد جيشه كان يكتب بما يشبه اليوميات مذكراته وأصدرها بكتاب سيرة الإمام الهادي إلى الحق هذا مطبوع موجود في الأسواق وهو يتحدث عن قتله لليمنيين وتكفيرهم ويعني ويكتبها من جهاده يعني يقول مثلا ووصل إلى بن الحارث ثم قتلهم وصلبهم منكسة رؤوسهم فجاء بن الحارث إلى الإمام الهادي عليه السلام هكذا يقول في النص يقبلون رأسه وقدميه أن يهب لهم جيف إخوانهم ليدثنوها فأبى عليها السلام حتى أنتنت القرية ثم حفرت لهم حفر ويدثنوا فيها بعدما أصبحت الأمراض من الجثث ثم يعني ذهب وقطع الأشجار وهدم سد الخانق وعندما سئل قال قد فعل النبي ذلك بيهود بن النظير كان ينظر هكذا إلى اليمنيين تخيلي هذا الرجل بكتبه التي يقول كذا وكتبه الأخرى المكفر بها في المنهج اليمني يقول ليتهم سكتوا وتركوه قالوا أنه أسس دولة العدل أنه أقام العدل في صعدة وهو مؤسس الدولة الزيدية في اليمن التي أقامت العدل في صعدة وفي مناطق الشمال هكذا يقولوا عنها المطهر بن شرف الدين هذا الرجل الدموي المجرم الكبير هذا الرجل ووالده شرف الدين كانوا من تعاونوا مع المماليك في مصر كانت الدولة الطاهرية في تلك الفترة وكان البرتغاليين قد بدأوا يتحرشوا بالسواحل اليمنية والعربية وكان ضعف البحرية اليمنية فتعاونوا مع المصريين تعاون معهم عامر بن عبدالوهاب فذهب يراسله أنه مستعد أن يقوم له بثورة من صنعاء لإسقاط عامر بن عبدالوهاب ظن منه أنه سيسلمها لا بعد ذلك وخان الدولة اليمنية ثم بعد ذلك دخل في صراع فيما بينهم هذا الرجل سيرته كتبها حفيده ابن أبنه في كتاب اسمه روح الروح فيما جرى في القرن التاسع من فتن وفتوح يقول وصل إلى رداع إلى منطقة بين رداع ودمت اليوم معركة قتل فيها ألف وأسر ألف من اليمنيين ثم قطع رؤوس الأسرة وأمر كل شخص من المتبقي من الأسرة قطع رؤوس القتلى ثم أمر الأسرة أن يأخذ كل واحد رأس وذهبوا به إلى صنعه إلى عند والده ثم لما وصلوا إلى هناك أمر بضرب رؤوسهم هما الأخرى وكان يسقط رأسين رأس الحامل ورأسه كذا هذا يذكرها حفيده يقول ثم أنهم أهل خولان كبطولة يعني يذكرونها كبطولة كبطولة أن أهل خولان تمردوا ذات مرة على دفع الزكاة والضرائف وأنه كان لديه الرهائن ما يسموهم الرهائن سبعين أطفال فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هذا الرجل في كتاب التاريخ للصفة التاسع يدرس على أنه بطل قومي واجه الأتراك يدرس على أنه بطل هذا تدرس لنا نحن درسنا يعني ولا زال المنهج إلى اليوم بهذه الطريقة يعني كان هناك غيبوبة تاريخية نعم غير الغيبوبة التاريخية يعني هل تجد أنه أيضا هناك من تسرب إلى كثير من الوزارات وزارة التعليم وزارة الخارجية نعلم بوجودهم في يعني ربما ظهروا الآن كإماميون جدد فمسألة وضع المناهج بهذا الشكل كان بالتأكيد لهم يد طولة في هذا هي توفرة الحالتين هم تسربوا ودخلوا بعد ذلك بعد المصالحة الوطنية بعد تحميل عائلة حميد الدين بعد ذهاب بيت حميد الدين لأنهم تم حصر المشكلة ببيت حميد الدين وهذا كان الخطأ هي كان فكرة يجب أن يتم تجفيف منابعها ثم كان هناك عامل آخر أنه دخل الصراع مع اليسار كانت في تلك الفترة من السبعينات والثمانينات الصراع مع الاشتراكية ولذلك نجد الحركة الإسلامية وجهت كل ثقلها لمواجهة الشوعية ونسوا هؤلاء ونسوا هؤلاء كانوا يشتغلوا بالمتناقضات أتذكر مثلا أنهم حين كان اليسار هو حامل راية مواجهة الإمامة كانوا يثيرون الإسلاميين عملوا مشكلة مع علي بن الفضل مثلا ضد عبد العز المقالح وغيرا أنه كتب بقلم الثائر علي بن الفضل يعني بحجة أن هؤلاء كانوا يقولون أنهم شوعية وأنهم ضد الدين ليحرضوا الإسلاميين ضد أي فكرة تنتقد الفكرة الإمامي ثم لما انعكست الأمر وبدأوا يتواجههم على الإسلاميين جاءوا لليسار بحجة أن هؤلاء وهابية ومتطرفين يريدوا ضد القبور وما إلى ذلك وهذا مجزء من التراث يعني هم مستعدين أن يلعبوا بكل المتناقضات لأنهم أصحاب مشروع يعني تذكر بيتين للشاعر أحمد محمد الشامي كان وزير خارجية البدر وبعدين جاءت المصالحة لما جاءت الثورة الإيرانية طبعا السعودية دعمتهم بعد ما فشلوا خلص تصالحت مع النظام الجمهوري وقامت الثورة الإيرانية فقال يعني قل لفهد كان يخاطب الملك فهد أنا ذاك قل لفهد وللقصور الأشاوس إننا سادة أبات أشاوس سنعيد الإمامة للحكم يوما إن بثوب النبي أو بثوب ماركس وإذا خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس يعني ما يهمهم دخلوا منهم يعني كانوا عن طريق اليسار عن طريق الحركة القومية دخلوا في الأحزاب في التنظيمات في داخل الدولة يدافعون ويحرضون ويدخلون بحيث ظلت الفكرة حتى عندما تم إحياء هذا الفكرة كان تحت مبرر أو غاية إحياء المذهب الزيدي وهو مذهب أصيل ويقولوا من المذهب اليمني وكان يطبع ويكتب وينشر بمطابع الدولة بمطابع التوجيه المعنوي بمطابع الكتاب المدرسي يعني حتى نحن نقول أنه لا فرق كبير بين المذهب الزيدي والشافعي وكلانا منسجماً مع بعضنا البعض وكثير من هذه العبارات هل ذلك صحيح؟ هي الإشكالية ما هو المذهب حتى نكون على بيّنه لأنه هناك مغالطات كثيرة يعني المذهب عندما نطلق كلمة المذهب يذهب الأمور إلى ثلاث نواحي هناك المذهب الفقهي المتعلق بأداء الصلوات والمعاملات وبما إلى ذلك الهادي إحياء بن الحسين الرسي يعني بقدر ما هو كان إماماً وطاقياً وقاتل أيضاً له اجتهادات فقهية وعرف هذا المذهب بالمذهب الهادوي أو الزيدي هذا المذهب الفقهي لا مشكلة لنا معه يعني الناس يتعبدون الله بطريقتهم يقولوا حيا على خير العمل يسربلوا هم أحرار في الأخير هذه حرية فردية وما يتعلق بالقوانين حسمت في مجلس النواب هو الذي يعني هناك لاجنالة تقنية الشريعة يختار ومجلس النواب يصوت ما فيش مشكلة هناك أيضاً جانب عقديل يهتموا به من هم أصحاب طلاب العلم والعقائد يعني هذه تكاد أن تندثر حول رؤية الله يعني عذاب القابل وما أدري بعض العقائد هذه أيضاً لا مشكلة لنا فيها يعتقدوا ما يشاءون لكن هناك المذهب السياسي الذي جعلوه جزء من العقيدة وهو أحقيتهم بالسلطة وحصرها في البطنين والاستفاء الإلهي هذا لم يكن يظهر كثيراً فيه وهذه هي جوهر المذهب وهم يغلفوها عندما يطرحوا حرية المذهب الناس كثير منهم يذهب ذهنهم إلى الحرية الفقهية يقول لك إحنا تعايشنا معهم وحد يضم وحد يسربل ليس هناك مشكلة عندنا مع أنها مشكلة لديهم لأنهم حتى هذه الضم والسربل يرونها جزء من الشعائر يرونها سياسية يعني كانوا عندما منطقة مثلاً ما عاد يضموش أو ما عاد يسربلو ما عاد يقولوش هي على خير العمل يعتبروا أنها بدأت تخرج منهم ولهذا نلاحظ أنهم كلما كانوا يتحركون كانوا يضايقون المساجد ويمنعون التراويح لماذا؟ هم يرونها أنها جزء من الولا مثلما الآن السرخة مثلاً أصبحت تميز الحوثيين حتى داخل الزيدية نفسها أي مكان أو مجتمع أو منطقة أو مسجد أو كذا لا يردد السرخة يستشف منها أنه له موقف من الحركة الحوثية فهم ينظرون بهذه فالناس تساهلوا بهذا وإلا كيف أقرب إلينا وهو الذي دمرنا خلال ألف عام هذه النظرية الخطيرة المدمرة لم تكن أصلاً المذاهب الفقهية هناك خلافات حتى داخل السنة ما ضرني أن يقول حياة على خير العمل ولا يسربل لم تكن يوماً من الأيام مثار خلاف أو جدل أو صراع يؤدي إلى قتل لكن خلافنا مع هذه النظرية المدمرة مع هذا الفكر الاستعلائي المدمر الذي قاتلوا من أجله والذي حافظوا عليه بعد ذلك تحت حجة وذريعة وشعار المذهب الزيدي إذن هل مثل هذه الأسباب التي ذكرتها أستاذ أنه توجيه اللوم كله على أسرة واحدة وعدم اندثار أو تشفيف منابع هذا الفكر هو الذي أدى إلى الظهور بعد عودة يعني أو العودة بعد ستين عام تقريباً من الثورة أين الخلل برأيك؟ يعني للأسف الخلل كان هناك خلل في السلطة والجمهورية التي حكمت يعني الذي قادوا الجمهورية بعد ذلك وفي الأحزاب وفي الحركة الوطنية بشكل عام يعني لم يدركوا خطورة هذا الفكر وأيضاً الصراعات السياسية واستخدام هذه الورقة ورقة للمزايدة يعني علي عبد الله صالح حاول أن يستخدمهم وفي الأخير جاءوا على رأسه لأنه كان أحياناً زينوا له مثلاً أنه لما بدأ اختلف مع الإصلاح أنه هؤلاء سيكونوا بديل ويتحالف معهم كما تحالف مع الإصلاح أنا كنت أقول دائماً أنه يعني الخلل من عدم فهم هذه الحركة وطبيعة يعني مذهبها وطبيعة نظريتها وإيدلوجيتها توقع الناس فيه مثل هذه الكوارث حتى لو كانوا ممن هم فاهمين وممن لديهم أدوات السلطة ومعلوماتها مثل الرئيس علي عبد الله صالح مثلاً كان يظن أنه مثلاً مثل الإصلاح وتحالف معهم الذي رسخ له فترة طويلة في الحكم الجماعات السنية بشكل عام بما فيها حتى حركات الإسلام السياسي الذي قد تسيست لا زالت تستبطن طاعة ولي الأمر أي كان تحت أي مسمى وعدم الخروج يعني مجرد أن يجعل لهم شوية مساجد وشوية كذا أما لو زاد يسمح لهم بجامعة ومسعدين فعلاً يدافعوا عنه ويقفوا معه هذه الجماعة الإماميين يرونه مقتصب هم لا يؤمنون بشرعيته أصلاً حتى عندما يقول وجوب الخروج على الظالم الظالم لديهم هو كل من حكم من غير السلالة يعني إذا كان عبد العظيم الحوثي يتفاخر ويقول أنا قلت لعلي عبد الله صالح ذات مرة أنه أنا أحق منك بالإمامة أنت لست شرعي أصلاً هم لم يؤمنوا بشرعية حتى عندما يكتبوا التاريخ يصلوا إلى البدر وبعدين يقولوا مجد الدين وبدر الدين وفي عهد المقتصب هؤلاء من عهد السلال إلى علي عبد الله صالح يعتبروا مقتصبين لحقهم الإلهي وبالتالي هم استخدموا هذا التكتيك والصراعات داخل الصف الجمهوري وداخل السلطة استخدموها للتوسيع مثل ما استخدموا حتى بعد ثورة 2011 الحوار الوطني كانوا يفاوضون ودخلوا ناس يتكلموا حتى عن العلمانية كانوا يتكلموا كذا أحمد شرف الدين ولا البخيتي ولا كذا في حين أنهم يستغلوا هذه في التوسع على الأرض يعني هؤلاء مشروعهم يقوم على القوة والعنف ويرى أنه عقيدة لماذا نقول خلال هذه الفترة كلها لم تندثر هذه الفكرة لأنها عقيدة يعني أول ما تسقط الدولة التي قامت عليها تبدأ تنبت الفكرة ثم تبحث لها عن قوة يعني مجد الدين المؤيدي يقول إن هذا المذهب الشريف لم تقم له قائمة إلا بالسيف المسلول على أهل النصب المخذول ويعلل ذلك ويقول لأن الناس لا يتقبلون الحق بسهولة فلابد من قوة تجدهم عليهم لا بد أن يخرج شاهرا سيفا يعني الذي يأخذ الحكم دون أن يشهر سيفا هذا نقص فيه شرق لماذا؟ لأنه يعني هذه الشروط وضعها الهادي حبن الحسين الرسل طبعا الطامحين هم قالوا الحصر في البطنين البطنين الآن في آلاف منتسبين بالحق وبالباطل إليهم كل واحد يشتيكون هو فلأنه هو من حمل فكرة أنه يقاتل عليه ويقول الإمام هو الذي يخرج وينتزح بالقوة مش يجلس في بيته ولهذا يعني مثلا كان هناك من يرى نفسه أحق داخل هذه الأسر موجودين في اليمن عبد العظيم الحوثي يرى نفسه أحق لكن لماذا الناس راحوا عند عبد الملك وهو أقل منه علما وأقل منه حتى تمسكا بهذه الأفكار العنصرية مع مؤلفات عبد العظيم لأنهم يرون أن عبد الملك وقبله حسين حقق مبدأ الخروج أي امتلاك القوة والسعي نحو انتزاع هذا الحق الإلهي حقهم لأن عندهم يقولوا ما فيش أحد اليمنيين لن يأتوا يبايعون إلى البيوت ما لم نخرج نحن وننتزعه بالقوة هذه الخطورة في المذهب لو كانت مجرد أفكار يعني مجرد من القوة لكانت ماتت واندثرت يعني حتى من زمان ما بالك اليوم بعد ستين عاما من الثورة وبعد أفكار الحرية والعدالة صعب سيجدوا هذا التجاوب من الناس قد يغرروا على بعض الناس في بعض المناطق واستقلال الجهل لكنهم لا يمكن أن يقنعوا شعب أو أغلبية بمثل هذه الأفكار لهذا يلجأون إلى القوة وفرض الأمر بالقوة وأصبحت جزء من العقيدة الحصر في البطنين والخروج فلا تذكر الإمامة إلا وذكر معها الخروج قتل المخالفين ويعني هدم البيوت وتفجيرها وتفجير البساجد أيضا كل هذه الجرائم التي وثقت ربما بأيديهم كما قلت في تاريخهم القديم تعاد السيرة بطريقة مشابهة الآن يعني أحيانا هم الفارق بينهم كنت أتحدث ذات مرة مثلا عن التكفير التكفير للمخالف ربما تورطت به كل الفرق الإسلامية لكن أيش الفارق بين بقية الفرق وبين الهادوية يعني مثلا عند أهل السنة يأتي عالم سني يكثر البقية وهو جالس في بيته ولا في مسجده الأمر مرهوم بالحاكم بعد ذلك الحاكم ما يهمه يعني إذا كان هذا ما يمثل عليه خطر ما يهمه حتى لو كفر لكن كانوا إذا قد واحد يمثل عليهم خطر بعدها يستغللوا قضية العقايد وكذا وما إلى ذلك وكذلك بقية المذاهب بالنسبة للهادوية كانوا هم الحكام وهم الذين يفتو وعندهم نظرية وهم الذين ينثدون يعني مثلا أعمال الهادي كان يقتل الناس ويكثرهم ثم ياتل أئمة من بعد فيستشهدون بالهادي لأنه عندهم أنه يعني أي إمام تنطبق عليه شروطهم وخرجوا أخذ الإمامة هو بمقامة علي بن أبي طالب ومقامة الرسول كان يقول لهم يعني والله لا ينقسكم من الرسول إلا شخصه أنا مثلا مثلا بل أنه أحيانا لما كان مثلا بعض الأئمة يعني حتى لا يترك الآخرين كان يسبي خصومه مثلا عبد الله بن حمزة سبى وهذه الأول مرة في تاريخ الإيمان سبى مسلمين وسبى المطرفية وسبى ناس من أهل السنة في صنعاه وأخذ من الستمائة من النساء في صنعاه يعني وتقاسمهم مع أخوته وقادة جيشه يعني وهن ومسلمات فلما أنتقد في ذلك ألف كتاب اسمه الدرة اليتيمة في أحكام السبى والغنيمة طبع يعني مطبوع في صنعاه في مؤسسة الإمام زيد وعبد السلام الوجي قدم له وقدم له مجد الدين المؤيدي ويعتبروا أحكام شرعية لكن الشاهد أنه يقول أنه بعض من أنتقدوه قالوا الإمام علي ما علمنا أنه سبى خصومة لما قاتلهم في الجمال وفي صفين وفي كذا فهو يقول أولا ولا كان يأخذ حتى غنائمهم يعني من هرب خلاص يتركه وما أجهز على جريح ولا أتبع هاربا فقال لهم أنه ربما هذا أولا الذي قاتلوا ما كان بيش معاهم أموال ونساء هم كانوا متجمعين من كل مكان وثانيا إن كان قد رأى في ذلك يعني أنه يعني يسمحهم فمن حق أي إمام عدل من ذريته أن لا يسمح وكلها أحكام شرعية بل يقول أنه النبي لما عفى عن أصحابه في مكة وقال يعني ذهبوا فأنتم الطلقاء يقول إحنا عندما لا نرى أن خصومنا طلقاء لا يعني أننا قد خالفنا فالمفرق بين الأئمة وجدهم رسول الله كالمفرق بين الأنبياء فكل فعل يفعله أي إمام هو نبي هو مثل النبي ولهذا نلاحظ اليوم هذه القداسة والهالة الكبيرة حتى لو خالفت أفعاله أفعال النبي هو من حقه أن يفعل ما يشاء ثم أصبحوا يستندون إلى أقوالهم لديهم فتاوى في هدم البيوت ولديهم فتاوى في قتل المخالفين ولديهم فتاوى في حتى أن الإمام الهادي أصل لمن وقف على الحياد أن من حق الإمام أن يقتله أو يهدم بيته إذا كان وقوفه على الحياد لأنه يقول لا حياد بين الحق والباطل وخاصة يقول كذا إذا كان شخص ذا أتباع ومؤثر فإن حياده قد يشكك الناس في حقيتنا وبالتالي يجوز لهم تأديبه وهدم بيته وقتله أو بما يراه يعني الإمام هذا الفكر المكتب الزيدية تضم ما يقارب أربع ألف وخمس ألف كتاب كل تاريخ الإمامة مؤصل ويرونه عقيدة ودينا وهناك حتى في وثيقتهم الفكرية أضفوا القداسة على ما تركه وخاصة لأم الأوائل وهم المؤسسين لهذه الكوارث وبالتالي يقومون اليوم وهم يعتقدون بذلك أنهم أنها كلها أنهم لم يخرجوا عن الشرع ولا عن العقيدة والمذهب كما يفهمون نعم تحدثت عن المطرفية وما حدث لها من قبلهم يعني حدثنا عنها الحقيقة هذه الفرقة المظلومة والشهيدة كما يسميها بعضهم هؤلاء كانوا زيدية خرجوا من رحيمة زيدية قاموا بإنشاء يعني مراكز للتعليم وهجر للعلم في مناطق حول صنعاء وفي وقاش وفي حتى وصلوا إلى ذمار أساس الفكرة يعني هم ربما هم معتزلة في العقائد لكن ما يهمنا وما أثار سقط الأئمة أنهم نسفوا فكرة التفضيل بالنسب قالوا لا فضل لأحد إلا بالعمل والعلم فقط واستدلوا إلى ذلك بآيات من القرآن قالوا أما النسب فلا يعني الأصل أن التفضيل بسبب كسبي النسب ليس كسبي أنا ما ذنبين أنا من بني فلان أو فلان وبالتالي الله يعني لن يعاقبك ولن يثيبك لأنك من بني فلان أو فلان وإنما على عملك وهم كانوا يرون الأئمة رغم أنهم ما نافسوهم فيها أنهم بذلك ينسفون جذور فكرة العنصرية التي تقوم عليها نظرية الإمامة وبدأوا يتوسعون وينتشرون يعني سمية المطرفية نسبة لمؤسسها مطرف ابن الشهاب هذا قبيلي ولما تقرأ في تاريخ طبقاتهم رغم أنهم أعدموا كتبهم نجد كانوا يقولوا المزيم فلان وكان يلقي لهم درس كان من كبار علمائهم الجزار فلان المزارع فلان كانوا من طبقات الشعب العادية وهذه أيضا هزتهم لأنهم كانوا يرون حكر الإمامة فيهم دخلوا في مثلا قالوا لعبد الله بن حمزة تعال ناظرنا يعني هو كان صغير لما بدأ فقال يعني من أنتم يعني كذا يعني كان يقول العلم في آل النبي من صغر نص عليه جدهم خير البشر وغيرهم ليس بمغنيها الكبر لو شاب شعر رأسه أو انتثر احنا قال نورث من جدنا فلما أحرجوا حتى أنهم يعني جاء أغلق مسجد قالوا يعني قال أقسمت منعهم من دخول بعض المساجد كتب في أحد المساجد أقسمت قسمة حالف بر وفي لا يدخلنك ما حييت مطرفي فجاء واحد منهم وكتب قال أو ما علمت بأن كل مطرفي عما بنيت من الكنائس مكتفي أنتم ومذهبكم ومسجدكم معا كذبالة وسط مصباح طفي يعني هو شعر هنا بالخطر عجزة عن مناظرتهم بالحجة فجيس لهم الجيوش وكفرهم وسبى نساءهم حتى أن له فتاوى مذهلة قال له أحدهم نعم مكتلون بالغيلة والمجاهرة ولا تقبل توبة أحد منهم ولا تقبل توبتهم وقتلهم في الأسواق وفي المدن حتى أنه بعث له أحدهم أن هناك نساء متزوجات إلى قرى المطرفية ولسنا على اعتقادهم يعني واحدة متزوجة قبيلة هنا فما حكمها قال حكمها حكمهم لا تدوره ولا شيء المنطقة بكلها فسب النساء وقتل الرجال وهدم المساجد وأحرق الكتب يعني بقي كتاب حققه الدكتور علي محمد زيد في الثمانينات يعني أعطى صورة وهي ليست صورة مكتملة وكان هؤلاء لديهم فكر يعني أنا مثلا وأنا أتابع على ماذا كانوا يكثرهم فيه يعني كان يقولوا مثلا أنه أنكروا بعض آيات القرآن يقول عبد الله بن حمزة في بعض حجاجة على تكفيرهم يقول وقد أنكروا أن المطر ينزل من السماء وقالوا إنما هو بخار يتصاعد من البحث تخيلي أنهم في تلك الفكرة والنضج بذلك الوقت وكانوا يقولون أن الله خلق أصول الأشياء ثم البقية أنها قضية تفاعلات وأن بإمكاننا أن نتحكم فيها كان لديهم تفكير علمي وكانوا طبعا هم استغلوها بهم لكن الحقيقة لأنهم جاءوا من أوساط الشعب ولأنهم نسفوا فكرة التفضيل كانت هذه ذنبهم وخطيئتهم عند دعاة العنصرية والسلالية إذن لو تحدثنا أيضا أستاذ زايد وهي مسألة شائكة ربما يتحججون بها على السنة وكتب السنة كيف تم تسريب الفكر الإمامي إلى التراث الإسلامي وأصبح لديهم كثير من الفتاوى تأخذ من السنة لإعلاء شأن آل البيت وما إلى ذلك يعني للأسف هو الصراع يعني الحقيقة لما يتتبع الإنسان الصراع التاريخي بدأ صراع على السلطة ثم التدوين جاء لاحقا في الفكر الإسلامي يعني ما يسمى المذهب السني نشأ أيضا في الدولة أثناء الدولة العباسية والعباسيين هم هاشميين يعني لما بدأت المعارضة على بني أمية تكون ما يسمى يعني كأنه حلف هاشمي لكن كانوا رفعوا راية أن الرضا من آل محمد يطلع أي واحد كانوا ذرية أو أولاد الحسن والحسين يعتقدوا أنها ستأول إليهم لأن الحسين قتلوا واستشهادوا وكذا العباسين خططوا بطريقة أفضل ووصلت السلطة إليهم فحدث بينهم صراع قالوا آل البيت قالوا إحنا أنه يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمامي قالوا عما أولى من أولاد بنته وكأنه ترك لهم ورث وليس دينا عظيما طبعا هذا الفكر الملتبس حتى أنهم أهل السنة قالوا الإمامة في قريش أيضا يعني هذا الفكر كان لتأثير كبير أيضا مقتل الحسين بتلك الطريقة أثرت على الناس فكانوا كلما سرب بعد ذلك يعني حتى بطريقة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضائل آل البيت كانوا علماء السنة تجنبوا كثير منهم أن يردها حتى لا يقال أنه ناصبي لأنه كان أي واحد يرفض مثل هذه الخرافة يدعي يقولون عنه ناصبي أي ناصب آل البيت العداء وانتشرت هذه الفكرة طبعا ربما بدأت عاطفة يعني تجاه الحسين والحسين طبيعي شخص كان قريب في تلك الفترة لكن تضخمها بعد ذلك وانتقالها يعني والتساهل الناس معها وكأنهم يعني ورتبوا عليها أشياء كثيرة يعني كانت بعضها فكرة حتى لم تطبق مثل الخمس مثل غيرها يعني هذا التمييز هو الذي جعل المنتسبين إلى هذه السلالة يعني أقول لك مثلا أين بني أميها اليوم وهم كانوا أقوى وأكثر وأكبر أين بني العباس أين ذرية عمر أين ذرية أبو بكر لماذا؟ أكيد الناس موجودين لكن لماذا؟ لأنه لم يترتب عليها مصالح لكن ترتبت مصالح على الانتساب إلى علي بن أبي طالب وإلى الحسن والحسين مع أنه لهم أولاك من آخرين وإذن الاختفال الألعاب في سبيلين وليهذا نجد المنتسبين له بالحق وبالباطل بالملايين يعني يعقل مثلا جايح ابن الحسين الرسي هارب ومعه مجموعة من عيال عم وبعدين جاء واحد ثاني اسمه العياني وجاء الديلمي واليوم يقول له قدوم أربعة خمسة مليون مثلا يستحيل عقلا يعني بل واحد يعني حسبها حسبة رياضية قال لو قلنا في زمن علي بن أبي طالب كم كان عدد العرب وليس الصحابة لو قلنا فقط مئة ألف اليوم لو قلنا ذرية علي خمسة مليون ضربنا البقية مثله لكان عدد العرب خمسمائة مليار يطلع الرقم وأكثر وهذا مستحيل يعني هناك أسرة مثلا بني شيبة هؤلاء الذين سلمهم النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة وقال لا ينزعها عنهم إلا ظالم لازلوا مسكنها إلى اليوم إلى اليوم حتى آل سعود ما يدخلوا إلا يجوهم يفتحوا لهم ومتوارثينها وعايشين بخدمة الكعبة هذه أسرة عادية ربما ما أدري يصلوا خمسة ألف أو أقل أو كذا أسرة عادية موجودة في المدينة ولم تنالها صراعات ولم يدخلوا في حروب فما بالك بهؤلاء يعني الحل ليس التشكيك بالنسب مع أنه حتى هم يشككوا بعضهم ببعض الحل هو سد الباب على هذه المصالح المخلوبة يعني ما الذي سيفرق إن كنت من أبناء نبي أو لا يعني حتى الذين ليسوا بالحكم يعني هناك من كان يعطيهم الخمس من الأموال وهناك من يعطيهم حباب الركب وهناك من يجي لهم يتبرك فيهم فهذه المصالح حتى بعضهم قد أصبح خارج الدين لا زال يرى فيها مصلحة تخيلي أن هناك من آل البيت مسيحيين ربما الناس قد يستغربوا في لبنان مسيحيين يقولوا نحن من آل البيت في شخص اسمه جوزيفة الهاشم هذا كان وزير في إحدى العكومات السابقة وله قصيدة في مدح جده على ابن أبي طالب كما يقول تشبه قصيدة للإمام الهادي ويتألم ويتحسر على ما حدث بالسقيفة وإنهم أخذوا منه الملق وهو مسيحي ويقول اسألوا حسن نصر الله ويعرف أنه جذورنا واحد كلما في الأمر أنه حدث صراع في هذه المنطقة في القرن الثامن عشر فسيطر عليها المسيحيون وخيروا الناس الذي يريد يبقى على أرضه يغير دينه ويصبح مسيحي والذي يشتي دينه يخرج فآل البيت ركنوا يعني غيروا الذي كانوا معسوبين على آل البيت يعني فتنصرنوا من تلك الفترة اليوم هو ناسي هو مسيحي ويفتخر بمسيحيته ومع ذلك يفتخر بجد رأينا من ناس كانوا علمانين وبعضهم قد وصل إلى درجة الإلحاد ومع ذلك يعني يظهر تعاطفه ويظهر لماذا؟ لأنه يعني الناس حصلوا على مكازب يعني هناك تخيلي أنه في صعدة لا زال هناك أراضي ومناطق اسمها يعني هذه وقف ذرية الهاد يعني يجوه ناس يقولوا هذا وقف لذرية الهاد يعني أوقاف في طول اليمن وعرضها لهذه الأسر ناس عاشت بطالة يعني أمل ما بالمشأة الغريب أستاذ زايد يعني الآن ربما انكوت اليمن واليمنيون بنارها مرة أخرى بنفس الآلية بنفس الفكرة هناك إعلاء لشأن هذه الأسرة للأسرة للأسر الشديد موجود أيضا في كتبنا وتراثنا وأنت تتحدث أيضا عن مناهجنا التي لم تجرم أفعال هؤلاء إذن كيف يمكن مواجهة كل ذلك؟ إذا كان جزء كبير يرى أن هناك ولاء لعلي بن أبي طالب حتى لا يجرؤ أحد أن ينتقد المسألة أو يشكك أو يقول يعني حتى أصبحت أحيانا بعض الناس خرجوا خروج سلبي يعني حتى أنهم أصبحوا وصلوا إلى مرحلة الشاتم والنعم يعني أصبحت المسألة بين ضدين ناس يعني كفر بكل هذا الأمر يعني يقول الإسلام إذا جاء يعني يفاضل بيننا بالنسب هذا ليس إسلام يعني خالف مبادئ الإسلام الأساسية وهناك من يرى لا علي بن أبي طالب ورضي الله عنه كرم الله وجهه وكيف تقولون ذلك على من فدى روحه بإمتلاه أنا أتذكر أني لما بدأت أكتب عن الهادي يعني حصلت ضجة وحصلت عن منتصالات بعضهم ليسوا حوثيين لكن اشترحت شيء بس يقوله وواحد قال لي أي شطعت يعني أن لا عند الهادي وعضهم قالت أهمني أن أنا من القرامطة وشخصية فاضلة لا يعني قد توفى الله المهم أنهم عملوا ضجة وكيف تصلي كان حاجة كبيرة أنه يعني الهادي لا أكثر سكفهم كان عند بيت حميد الدين والحوثي وفقط يعني أنا لما لاحظ خلال سنوات بسيطة الآن يعني أنا قد لا أقول لهم خلاص وقفوا عند الهادي غريب من الهادي وبس يعني أقول لشيء ذي جاء إلى الفكرة هناك ردة فعل هذه هي الإمامة يعني كما قال الزبيري ونبهم سابقا خطر الإمامة على الهاشميين وعلى المذهب يتأتى من هذه الناحية يعني عندما تظهر العصبية والعنصرية ونحن خير منكم سيقابلها رد فعل قد يصل إلى درجة التطرف لكن أيضا أنا ألاحظ أحيانا هناك منهم من يحاول تضخيم هذا رد الفعل يعني مثلا هناك بعض الحسابات في الفيسبوك أو كذا يعني عادها بأسماء مستعارة يعني فيها تطرف ضد علي أو ضد كذا أو ضد الهاشميين جملة لكن هناك من يريدنا أن خلص يعني نرجع وكأنهم مظلومين أصبحوا يعني الحوثي الآن وهذا الفكرة السلالي دمر اليمن وجمهوريته وقتل الناس ومئات الآلاف من الضحايا وهدم المساجد وهدم البيوت وهدم الدولة نتركه كله ونذهب نشوفه اسمه مستعار تكلم على علي بن أبي طالب ولا اسمه واحد قال الهاشمين نخرجوا من أرضنا هذا غير صحيح هذه ردة فعل أتوقع ستزول لأن الضرر قائم الآن يعني شخص متضرر عمليا بالضبط يعني في الأخير هناك قضايا ستحسمها وانا أتوقع حتى في يفترض أن تحسمها الدولة مدنية قادمة يعني القضايا هذه التي الناس يعني مثلا الإمام علي هو صحابي من بقية الصحابة هم لماذا يعني كانوا يهتمون بهذا الإمام يحيى كانوا يحتفلوا بعيد الغدير وعلى فكرة لأن الناس يظنوا أنه بدأ الاحتفال بعيد الغدير من يوم إيران هذا غير صحيح في اليمن منذ يعني القرن الحادي عشد تقريبا وهم يحتفلوا فيها كان يقول هذا يوم سقل الخلافة يعني لأنه يذكروا الناس بهم الله صالح عليه وإحنا ذريت عليه والإمامة محصورة فينا ولأن الثوار سبتمبر كانوا على إدراك بهذا وأصحاب خبرة في الحركة الوطنية من الثلاثينات في العام التالي للثورة قرار جمهوري بإلغاء الاحتفال بعيد الغدير حتى أنهم يعني شعروا باستياء شديد لأن هذه تبدأ تلغي من أذهان الناس هذه الفكرة أهد الأحقية نعم فأصدروا بيان من إذاعة الرياض أصدروا بيان واتهموا المصريين أنهم وراء الموضوع وأن هذا في عدال الصحابة وعقائد الناس ومن هذه المغالطات التي لا زالوا يقولها إلى اليوم فردوا عليهم من صنعات بيان هذا موجود حتى البيان لمن أراد في مذكرات القاضي الإرياني ردوا عليهم ببيان قوي وحتى لمحوا يعني عملوا لهم عند السعوديين قالوا يعني بالنسبة لنا الإمام علي أحد الصحابة وأحد الولايس بيننا وبينهم خلاف هذه المناسبة عنصرية يرون أن لهم حق ونحن لا نرى ذلك نراهم مواطنين مثل غيرهم لكن يا إخواننا في المملكة إذا كنتم ترون أن لهم حق قدم عندكم بالنسبة لنا لا هم يقولون أن من أهل البيت قدم عندكم وطبعا هذه الفكرة يعني لما عادوا لها بقوة وهذا الاحتفاء المناسباتي في كل من مناسبة إلى مناسبة هذه يعني ليست بالأمر الهيئي كما يظل الناس ليظل الناس على يعني هذا الضخ نعم حتى نرى شعارات من لا بيعتها لعلي يعني من لم يؤمن بولاية علي لا يؤمن بولاية الله والإمام له جزء من علمه وبعدين حتى في القسم الذي يجيب ومن أمرتنا بتوليه سيدي ومولا يبدأوا بعلي ثم هو هكذا من يؤمن بعلي يجب أن يؤمن بسلالته أو بذريته ومن شكك فيهم كمن شكك بالإمام علي هذا الضخل لحق الإمام علي هو ليس بالأمر الهيئي ولذلك كانوا حتى يطمسوا بقية الصحابة كان أي واحد يروجوا لتهمه يقولوا هذا مناصبي أو له موقف من آل البيت يذكر القاضي اللي أكوى عنه أحد المشايخ بكيل يعني عملوا له شك يعني عند الإمام بعض الآل حاسدين لأنه أصبح يمثر عن آل البيت أو له موقف من آل البيت فبعدين في اجتماع كذا بيسأله قالوا يعني مدري ما قبل تفعل وتقول وكذا فالتفت إلى أحد المشايخ من المنطقة قال له ما تقول في معاوية قال لعنط الله عليها فقال الإمام قال جاء مولاي القبائل لهم ألف سنة لا يلعنوا معاوية ما وجدارين هم ذكروا أنذا ما بالله علشان يرضوكم وعادكم مشككين بنا يعني هذا الشحن الكبير الذي ضلوا عند القبائل هو هدف سياسي أن يكون لهم أقول هذه الحركة الحوثية وما ظهر اليوم وهذا الانقلاب الدموي وهذا وغيره يجب أن يكون دافعنا لعادة النظر بالثغرات التي تركتها الأنظمة الجمهورية خلال ستين عاما ليتم سدها وأقول أنا التعامل اليوم مع ما يجري نحن لدينا انقلاب عسكري مسلح هذا مهمة الدولة القضاء عليه بغض النظر عن الفكر الذي يحلل صاحب حتى لو كانوا سلفيين يجب علينا قتالهم لأنهم تمردوا ونزع سلاحهم من الدولة أما الناحية الفكرية فهذه تتطلب وقتا أكبر ويعني أعمال كبيرة يعني تخيلي ستين عاما مثلا لم يتم تجسيد نضالات اليمنين مثلا ضد الإمامة أو الحديث عن جرائم هذه الإمامة ولا أئمها الكبار نحن بحاجة إلى عمل كبير وجبار لنزع هذه الفكرة من عقول الناس نتمنى ذلك في قادم الأيام بعد استعادة الدولة شكرا جزيلا لك زيد جابر الباحث في الفكر الإسلامي على هذه الحلقة من المساء اليمني أشكلكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء اليمني الجديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة